موسيقى مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج ثم ماذا حدث هل كانت مفاجأة انه يعني دونالد ترامب حصل على الفوز في الانتخابات الرئاسية الامريكية في تقديري لا ترامب يعني اللي عمله ما حدش عمله قبل كده خالص انه خرج ورجع تاني مش ولايتين ولا حاجة انه هو معه دلوقتي التصويت ومعه الكونجرس ومعه السيندس ومعه يعني الدنيا كلها ولكن ترامب ايام الحملة الانتخابية كان بيقول حاجات يعني مهمة كان بيتكلم على ان انا لو كنت موجود ما كانش حصل كذا انا لما بقى موجود انا ححل الحكاية دي كذا هو انا لما اكون موجود ما فيش حد من الناس دي حيعمل مش عارف ايه والحقيقة ان هو في كل اه الاحوال لم يشرح لنا كيفة ولا ماتة لكن كان بيقول بس كده يعني عنوان عريض طيب ترامب دلوقتي تعهد بدعم وخلي بالكو من العبارة شرق اوسط جديد بعيدا عن الحلول العسكرية طيب على الجانب الاخر صديقه زي ما هو بيقول يعني زي ما صديقه بيقول بان يميننا تنيا هو رأيه ان مسألة بعيدا عن الحلول العسكرية دي مش لازم يعني وممكن طبعا نشوف حاجات تانية لكن اذا اردنا ان نصف المشهد فهو مشهد غامض تحديدا فيما يتعلق بمستقبل الحرب اللي موجودة الوقت في قطاع غزة ولبنان وغامض حول رؤية الرئيس الجديد دونالد ترامب لكيفية انهاء هذا الحرب ادي الحرب طيب فينانشل تايمز بتقول ودي فينانشل تايمز بتقول ان فيه تفاهم ضمي بين ترامب ونتانياهو علشان ننهي حالة الحرب ونتوصل الى اتفاق وهنا برضو نراحز الكلمات خفض التصعيد هو ما قالش انهاءه ما قالش حاله بيتكلم عن خفض التصعيد في بعض تقديرات كتير بتقول ان ترامب حيبص للسلام في الشرق الاوسط باعتبار انه سبقى والحقيقة ان ترامب رجل اقتصاد يرى انه يعني كل حاجة فيها خدوهات وهو طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل شوية ان هو مع المفاتيح جميعا يمكن يعني كل ما كان يقال عن التوازن في السلطات اه لدى الولايات المتحدة الامريكية اللي هما بيقولوا عليها تشيك ان بالانس ده ما معادش موجود دلوقتي هو عنده معاك كل حاجة فالتساؤل اللي ممكن يتبادر الى الزين طيب هو شكل التسوية اللي ممكن يقدم ترامب لوقف الحرب في غزة ازاي والسؤال الثاني طيب هذا الشرح للحرب نتانياهو ويعني الثنائي بن جفير وسموتريتش وشهيتهم للحرب والتجمير هتتوقف ازاي نتانياهو بيقول ان وهو بيهني ترامب بيقوله انه فاسبأ بيقوله دي اعظم عودة في التاريخ للتحالف بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والحقيقة يعني برضو علشان نفكر بعضينا في بداية حملة ترامب الانتخابية تعهد في اليوم الاول بالعودة الى سياسة خارجية تضع مصالح امريكا في المقام الاول طبعا ده مختلف تماما عن ادارة بايدن اللي تمسكت بالتحالفات الدولية يعني هي طبعا مسألة الدعم لاوكرانيا في حربها ضد روسيا كانت مسألة حتى الجمهور الامريكي ذاته يعني شعر بتململ من يعني اوضاع قد تفرض عليه اقتصادية مقابل اغداق بالاموال على اوكرانيا كل دي الحقيقة اسئلة حن بتطرح نفسها وحن حاول ان احنا نجاوب عليها في برنامجنا ثم ماذا حدث ولكن تسمحوا لي بعد الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المقبلة انها بالفعل يعني زي ما هو قال تلعب دور فاعل في وقف الحرب في غزة ولبنان ونفسنا جميعا ان يعود الاستقرار للمنطقة لكن الحقيقة على الجانب الاخر ايضا اه الخبراء والدارسين مش متأكدين من الحكاية دي او بعضهم متفائل بالوعود الانتخابية اللي قال فيها حل النزاعات القائمة وحقف الحرب دون ابطاء وبين متشائم ويعني نتذكر جميعا انه سياستو في الولاية الاولى هي اللي نقلت السفارة الامريكية للأدس ونتذكر برضو انه هو قال وده كان يعني الحقيقة عبارة غريبة شوية ايه ده ايه ده ده اسرائيل حجمها صغير في المنطقة هي بالنسبة لنا كانت يعني مقلقة هذه العبارة يعني اسرائيل حجمها صغير يعني اه في المنطقة لكن طالما انه قد قال فعليه ان يتحمل اه مسئولية اه تصريحاته ويبقى الاختبار الحقيقي انه هل زي ما قال بالفعل هو يقدر يوقف الحرب خلال ساعات ازاي اعرفش بس خلينا نروح ل اه التقرير اللي قعده زو ما لقنا النهاردة وهو تقرير اعتقد فيه معلومات مهمة اه يمكن تفيدنا قبل ما يعني نلتقي بضيوفنا والنهاردة الحقيقة عندنا اه ضيفين مميزين جدا عندنا من القاهرة سيكون فيه الدكتور طارق فامي استاذ الالوم السياسية ومن ولاية كارولاينة الجنوبية كاتي لابوتين مستشارة سياسية بالحزب الجمهوري اه مستشارة سياسية في الحزب الجمهوري تشوف هتقول ايه ولكن بعد التقرير لن ابدأ ولايتي بالحروب بل سانهيها هكذا قال الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في خطاب بعد فوزه بالانتخابات الامريكية تغيرات كبيرة اذا مقبل عليها الشرق الاوسط بعد فوز ترامب بولاية جديدة هكذا تبدو توقعات الخبراء والمحللين السياسيين حيث سيخطط لتحولات جيوسياسية مهمة في المنطقة فمع تولي ترامب بمهام منصبه في يناير المقبل ينتظر ان يسعى لدمج اسرائيل في المنطقة وتقليل وجود الاضرع الايرانية كما تطلق عليها واشنطن والتي يرى فيها الجمهوريون سببا في زعزعة امن المنطقة وهو ما يراه ترامب من اولويات الامن والاستقرار في الشرق الاوسط هذا فضلا عن خارطة جديدة كان يسعى لتنفيذها خلال ولايته الاولى لصالح ما يروج له اما رئيس الوزراء الاسرائيلي ناتينياهو الذي يطمح باستكمال اعادة هيكلة غزة واستقطاع ثلث القطاع واعادة السيادة الامنية هناك بعد القضاء على حماس بالاضافة لاضعاف القوة العسكرية لحزب الله فقد اعتبر نفسه انه الرابح الاكبر كما اعتبر ان عودة الرئيس ترامب هي عودة تاريخية حيث ان وجود ترامب سيساعده بشكل كبير في تنفيذ مشروعاته فهل يتم ذلك بالفعل ام ان تأثير حكم ترامب الذي اعترض على فوز بايدن في عام الفين وعشرين على موقف ناتينياهو معتبرا اياهو خيانة وذلك بعد ان هنأ المرشح الديمقراطي سيكون له تأثير التقارير السياسية ترى انه على الرغم من ان ترامب يرفع شعار سياسة امريكا اولا الا ان الولايات المتحدة لن تتمكن من فك ارتباطها بالشرق الاوسط بسبب اهمية المنطقة استراتيجيا الا انه وحتى الان يبدو من غير الواضح كيف سيتمكن الرئيس المنتخب من التوفيق بين رغبته في اظهار الدعم القوي لاسرائيل ومحاولته انهاء الحرب كما ترى ان اسرائيل في عهد ترامب قد تجد نفسها تحت ضغط لانهاء الحرب في غزة والتحرك نحو الترتيبات الاقليمية كجزء من تصور ترامب الاوسع للمصالح الامريكية في المنطقة والشرق الاوسط والمنافسة العالمية فهل سيتحرر دونالد ترامب من الاعتبارات الانتخابية والسياسية ويسعى جاهداً لتحقيق انجازات مهمة وإلى أين ستتجه بصلة السياسة الامريكية في الشرق الأوسط أسئلة تجيب عنها الأيام المقبلة خليني أجد التحية والترحيب ديوفنا اللي مشرفين النهاردة من القاهرة الدكتور طارق فامي أستاذ العلوم السياسية براحب بحضرتك دكتور طارق ومن ولاية كارولاينا الجنوبية كاتي لابوتين مستشارة سياسية في الحزب الجمهوري براحب بحضرتك سيدة لابوتين وأرجو أنا أكون بقول الاسم صح بنطق الاسم صح وخليني أبدأ من القاهرة والدكتور طارق دكتور طارق يمكن فيه تقديرات بكتب تكلم على أنهاء الحروب سواء في غزة أو في لبنان هي على رأس أجندة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فهل فيه سيناريو واقعي بيتكلم أن ترامب سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي إعلان عن نصر ثم التوصل لاتفاق من خلال وسطاء ولا إيه اللي ممكن يكون يعني الطرح اللي موجود مساء خير حضرتك على ضيفتك الكريمة بطبيعة الحال ليس تحت أيدينا ما يؤكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب لديه رؤية أو تصور للتعامل مع المشهد في الشرق الأوسط هناك تصريحات أرجو أن نضحها في إطار الحملة الانتخابية ليس ملزما أن يكون بها وهو لم يقدم لا في رؤيته ولا وفق نصق العقيد الفكري أي مقربة عملية إجرائية جوهرية يمكن أن ننطلق منها لتسويت الصراع في المنطقة أو وقف الحرب في قطاع غزة هو بيقول لنا أنا لو كنت موجود ما كانش حصل أو لو أنا موجود أنا حعمل كذا لكن عمره ما قال إزاي ولا إمتى لأنه بطبيعة الحال طبعا نتفق مع حضرتك تماما من المفترض أن تكون هناك رؤية أو مقربة أو فيجن للتعامل مع المشهد بصورة أو بأخرى لا أريد أن أتوقف أمام هذه التصريحات لأنها تفهم في سياقة في إطار حملة انتخابية وغيره نقطة من أول السطر معنى أنه يوقف الحرب فإن إسرائيل هي التي ستكون على الأرض يعني يجب أن ننتبه أن القضية ليست في وقف الحرب وقف الحرب يمكن أن يتم من خلال رؤى عدة منها كانت الموضوع التهدئة الهدنة صفقة المحتجزين والأسرة وبالتالي هذه الأمور كانت تفهم في السياقة وقف الحرب بمعنى أن القوات الإسرائيلية على الأرض فبالتالي إسرائيل هي الرابعة لا بس إحنا لما كنا دكتور طاري إحنا لما كنا بنتكلم على وقف الحرب فإحنا بنتكلم على وقف الحرب باعتبار أنها خطوة أولى ضمن خطوات متفق عليها مصار كامل مصار كامل يبدأ بوقف إطلاق النار ويمر بإتمام صفقة التبادل المحتجزين والأسرة وصولا إلى حل الدولتين في النهاية وما بين كل مرحلة ومرحلة فيه إجراءات بناء ثقة بيكون بها لكن وقف إطلاق الحرب الآن وفق لتصريحات الرئيس المنتخب يجب أن تفهم في سياقها أنها تحقق لإسرائيل تواجدا على الأرض سواء في قطاع غزة أو بالنسبة لي جاء الجنوب اللبناني إذن ما نحتاجه الآن أن يقدم هذا الرئيس المنتخب رؤية طبعا لابد أن أكشف لحضرتك كيف يفكر الرئيس الأمريكي فيه المنتخب في هذا هو لديه بعض الرؤى المعروضة عليه ربما يختار منها إما أن يعقد مؤتمرا دوليا لإتمام هذا تحت رعايته بصورة مباشرة وهذا مطروح مطروح في بعض الدواء من خلال بعض المسؤولين الجمهوريين السابقين وده أقرب إلى فكر الرئيس المنتخب ترامب وإما أنه يلجأ إلى مفاوضات متعددة الأطراف تعقد في واشنطن أو في الشرق الأوسط ويباشرة في إطار زمن محدد وما إلى ذلك هذه الأفكار الأولية يمكن أن يبنى عليها لكن نحن نتعامل مع رئيس اسمح لي أن أشير أنه رئيس خارج دائرة المؤسستية وبالتالي لا يؤمن بهذا الإطار ربما هو يلجأ إلى بتركيبة النصق العقيد الفكري للرئيس ترامب إلى فرض الرؤى والتصورات خصوصا أن هذه الإدارة هي الإدارة الأخيرة أو النهائية له يعني لن يكون أمام مولاية جديدة فبالتالي ربما يريد أن يسوي الأمور وفق المزاج الأمريكي المزاج الأمريكي الخاص به فبالتالي علينا نتحسب هناك فرق بين الدعوة الوقف إطلاق النار والانخراط فعليا كأوبشن بديل لما يعرف باسم الترتيبات الأمنية في الإقليم الترتيبات الأمنية في الإقليم والترتيبات الاستراتيجية تحتاج إلى مفاوضات وتحتاج إلى أطراف مسؤولة وتحتاج إلى جهد كبير وليس إملاء على حساب طرف آخر والنظر إلى أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية خاصة بالبعد الديمغرافي وغيره هذا غير صحيح القضية الفلسطينية كما تعلم حضرتك هي قضية سياسية وإعادة بناء الشرق الأوسط مرة أخرى وفقه مقربة أمريكية إسرائيلية يجب أن يؤخذ بحظة لأن نتنياهو حينما تحدث عن تغيير الشرق الأوسط كان طبيعيا أن نسأل من هو نتنياهو وما هي إسرائيل التي تستطيع أن تغير الشرق الأوسط بأي حسابات خليني أخذ كل هذه التساؤلات المطروحة واروح للاستاذا كاتي من كارولاينا الجنوبية ساوت كارولاينا إلى أي مدى يعني حضرتك بتشوفي في ما طرحه الدكتور طارق وجاه ولا حضرتك متفقة معاه أم أنه يعني مختلفة وفي رؤية مختلفة عن هذا الأمر في البداية من دواعي سعادات أن أكون معكم الأمر الذي يعتمد على وجهة نظري الشخصية بشأن السراع في الشرق الأوسط كل هذا أمرا يتعلق بالكثير من العوامل الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه رؤية وقد تم انتخابه منذ يومين أو ثلاثة وقد أوضح موقفه في هذه الإدارة الجديدة وأيضا أوضح أنا مش عايزة أقطع حضرتك بس ممكن تقولي لي إيه هي الرؤية لأننا الحقيقة ما عندناش فكرة إيه هي الرؤية دي إن رؤية الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو أن يكون هناك إنهاء لهذه الحرب في القريب العاجل وبمجرد تحقيق ذلك كيف 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 يمكن ما هي هي دي يعني السؤال الحاكم كيف يمكن أن ينهي الحرب في القريب العاجل ما هي العصة السحرية التي لديه لإنهاء هذه الحرب يسعى ترامب إلى استخدام سلطة الولايات المتحدة وقوة الحكومة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف من أجل أن يرى أن هناك خطوات عملية من خلال التفاوض ومن خلال الوصول إلى التسوية وقد أرسل بعض المبعوثين الإدارة السابقة أرسلت بعض المبعوثين في الشرق الأوسط وكان هناك مساعي لإنهاء الحرب ولكن دونالد ترامب لديه الرغبة القوية لإنهاء هذا التدعي فبالطبع فيما تعلق بالأدوات وكيف يمكن أن يكون لديه من الأوراق لا زال الوقت مبكرا لنا بالنسبة لنا لأن نقول كيف يمكن تحقي هذا الهدف علينا أن نرى ما هي خطة ترامب في هذا الشأن بعد إذن حضرتك معلش يعني حضرتك قلت في مطلع حديثك وأرجو أن تصححيني أن ترامب لديه رؤية والآن نحن نتكلم أنه من المبكر أن نعرف كيف يمكن أن يحدث ذلك أنا شايف أن هنا فيه تناقض الحقيقة محتاج أن أنا أفهمه أكتر بشكل وحدي أنا وكل الجمهور العربي والمنطقة كلها محتاجة تفهم بالطبع هناك رؤية وكذلك يمكن أن أقول في هذا الشأن مع كل ما ذكره الترامب في الحملة الانتخابية سواء فيما يتعلق بموقفه في اتجاه هذا الرأي والكل المسؤولين لابد من اتخاذ الخطوة لموافقة الكونغرس من كل هذه الخطط وهذه الرؤى وبالطبع لن يعمل الكونغرس في الحكومة الجديدة حتى بداية العام الجديد فبالتالي لابد من هناك أن يكون هناك أغلبية توافق على هذه الرؤية وهذه الخطة من جانب دولاند ترامب فبالتالي لا زلنا لا نعلم من سيملأ هذه الوظائف ومن يشغل هذه الأماكن والمقاعد في المجلسين فبالتالي لابد من الانخراط مع نتنياهو وقادة حماسة من أجل الوساطة والوصول إلى اتفاق بالطبع نحن نرى أن هذه الفترة يمكن أن تتسم بكثير من التقالبات السياسية دكتور تار يعني هل تقدر تفيدني أكتر من مما تفضلت بقوله السيدة كاتي اسمح لي أن أشير أنه لسنا في حاجة إلى أن نحل المضمون أستاذ جمال ما يمكن أن يأتي بي قولا وحيدا ليس لدى ترامب لا رؤية ولا مقربة كما أشرت ولا فيجين أصلا هو سيقضع لي عملية العرض والطلب بالنسبة للأفكار والرؤى حتى هذه اللحظة وأعلن تعيين كبيرة الموظيف البيت الأبيض لكن الأسماء والشخصيات التي تم ترها خلال 48 ساعة الماضية أغلبهم نعلمهم جيدا في الشرق الأوسط ونعرف أفكارهم وتوجهاتهم لكن بطبيعة الحال هذا ليس كافي بمعنى أنه هل الإدارة لديه هذا والسؤال الأمين المفترض أن نجيب علي حضرتك وضيفتك الكريمة بمعنى أنا من شغلتي أجيب على أسئلة يعني شغلتي فقط أطرح الأسئلة نطرح ونجيب ونقرب وجهات النظر في هذا الإطار لكي نتعامل بواقعية السياسة وقعية وبالتالي الحديث المطلق حول الأسماء والمسميات وأننا نطلق هذا دي أمور خاصة بالحملة الانتخابية ليس أكثر وبالتالي الترقب لما هو قادم أنا في تأديري كما أشرت ربما يكون على نفس المصار القائم على فكرة حسابات المكسب والخسارة والنفقة والتكلفة والعائدة التي ستحرك فيها الرئيس نحن أمام معطيات رئيسة حاكمة لتعامل الرئيس المنتخب معنا الشرق الأوسط الذي يتعامل معه هو ليس الشرق الأوسط الذي كان في الولاية الأولى بالمناسبة وبالتالي الأمور متغيرة والحديث عن صفقات كبرى لن تتم صفقة القرن فشلت فشلا زريع ولا أعتقد أنه سيعود تأكدها بسرعة أو بغرى لكن مع إسرائيل حدث ولا حرج هو قدم لإسرائيل ما لا يقدمه رئيس أمريكي آخر لكن الأخطر في تأديري هو أنه يلجأ إلى الخيرات السفرية والخيرات السفرية في حل القضية الفلسطينية والتعامل مع هذه الأمور بمقربة أمريكية ربما تأتي بصورة مباشرة ومنها موضوع الترحيل إلى الفلسطين إلى خارج أراضيهم وبالتالي أعتقد أن هذا هو الملف الذي يزعج الجانب العربي في هذا التوقيت الأمر الآخر بس الجانب العربي أيضا في هذا الملف تحديدا له موقف واضح ومعلن ويعني غير قابل للحديث حوله بطبيعة الحال بالتأكيد لكن الأخطر هو أن تتعرض العلاقة لعلاقات العربية الأمريكية إلى اختبار حقيقي وعسير لا أعرف ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي المنتخب مع القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ولا أعلم كيف سيمكن أن يسحب القوات الأمريكية من المنطقة والقوات تتزايد حتى هذه اللحظة ماذا سيفعل خلال الستين يوم قبل أن يتسلم مهامه وهو يرى أن هناك مخاطر وتهديدات كبيرة في الإقليم لا علاقة لها فقط بالسلوك الإيراني أو السلوك الإسرائيلي لأن إسرائيل تمارس عملا إجراميا على طول الخط يبدو لي أن السيدة كاتي لديها تعقيب أو تعليق على مجموعة الأسئلة التي حضرتك طرحتها فضالي حضرتك دونالد ترامب الرئيسي المنتخب ليس لديه أي سلطة لأن يفعل أي شيء قبل العشرين من يناير فقط عندما يتولى زمام الأمور في العشرين من يناير يمكن أن يتخذ هذه الخطوات كل السياسات في الشرق الأوسط سوف تظل قائمة كما هي بدون أي تغيير وتحت إدارة كامال هارس وبايدن حتى العشرين من يناير فبالتالي في الشهرين القادمين سوف يكون هناك وقت للإعداد الجيد من جانب دونالد ترامب ومن جانب حكومته الجديدة من أجل حجد الأفراد حوله الذين يدعمونه في هذه الخطة فبالتالي هذا عندما أقول ليس لديها القدرة حتى الآن نفسي أعرف بس إيه هي الخطة أستاذة كاتي أستاذة كاتي نفسي أعرف إيه الخطة يعني حضرتك بتقول يدعمونا في هذه الخطة نفسي أعرف إيه هي الخطة أي من هذه التفاصيل حتى الآن أي يعني حضرتك بتقول يدعمونا حضرتك قلت يدعمونا في هذه الخطة على رأسي إيه هي بقى الخطة هيدعموه في إيه في تنفيذ سوف يدعمونه الأفراد الذين حوله في تنفيذ واتخاذ الخطوات العملية الخطة العملية أين كانت فبالطبع هناك بعض السرديات التي أتليت في الحملة الانتخابية وبالطبع لا أعلم التفاصيل بشأن الخطوات والإجراءات ولكن هو سوف يستشير كل خبراءه وكل من حوله من أجل ما هي أفضل الخطوات التي يمكن اتباعها لحل هذا النزع ولكن لا نعرف أي تفاصيل حتى الآن طيب عشان نحاول نقرب المسألة شوية ويمكن الدكتور طارق أشار إلى هذه النقطة هل يمكن القياس على ولاية ترامب الأولى فيما هو قادم؟ يعني هل هذا يعني ولا الأمور تغيرت والمنطقة لم تصبح كما كانت وترامب نفسه لم يعد هو نفسه ترامب اللي كان موجود في الولاية الأولى هل يمكن القياس عليها ولا لا؟ من العدل أن أقول أن هناك يمكن القياس بالفترة الأولى باتخاذ بعض الجوانب التي اتبعها في الفترة الماضية ولكن هذا لا يعني أنه سوف يكرر ما فعله في 2018 وبالطبع لن يكون نفس الشيء الذي يفعله في 2025 كل الأمور تعتمد على الوقت الرهن وكل المجريات والمعطيات الحالية لا نعلم حتى إن كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو الدعم الأكبر لإسرائيل في هذا الشأن أو أن مستوى الدعم سوف يختلف في هذا الأمر وفقا لتلك العوامل الجديدة والمعطيات ولكن أنا على يقين أن دونالد ترامب سوف يعتني كثيرا بهذه القضية بشأن الوصول إلى حلول وأنا ما أعلمه وفقا لمعلوماتي كذلك أنا على يقين أنه من خلال هذا الأسبوع يحاول حجد الدعم من جانب اليهود الأمريكيين ويحاول التقرب من كثير من الدوائر فبالتالي من خلال هذا الدعم الكبير من اليهود الأمريكيين يمكن أن يكون مساعدا لإسرائيل في موقفها في الشرق الأوسط ولكن كيف يمكن أن يتخذ هذه الإجراءات العملية للتنفيذ هذه الخطوة وتأمين أمن إسرائيل ومستقبل إسرائيل ليس لدينا هذه المعلومات الدقيقة وكيف يمكن أن يحقق المواءمة والعيش في سلام في الشرق الأوسط أنا عندي هنا سؤال يا أستاذ زكاتي هل الأمن يتجزأ بمعنى أن إحنا حنقول أمن إسرائيل وما نتكلمش على أمن المنطقة ما هو أيضا المنطقة في حاجة إلى الأمن والاستقرار ليست إسرائيل فقط بل للعكس إحنا منتكلم على رغبة في أن يتعاون الجميع ويعيشوا في سلام ويعني يبقى فيه أمن لهم جميعا هل الأمن يتجزأ؟ هل تعني أن الأمن مقسم أن؟ لا يعني حضرتك بتقولي لي أمن إسرائيل على راسي طيب وماذا عن أمن باقي المنطقة؟ ما كنت أود أن أشرحه أن العيش في سلام وأمواء متى هذا التعاون والعيش في استقرار لا بد أن يعم على الجميع ولا بد أن يحقق كل الجوانب الأمنية وهذا ما تحاول أن تضمنه الولايات المتحدة وتحاول أن تضمن أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه من أجل دعم نفسها وحيث أن إسرائيل هي الحليفة الأكبر على مدار أكثر من سبعين عاما لأهل الولايات المتحدة فبالتالي وبقول هذا هذا لا يعني أننا لا نعتني بأمن المنطقة وأننا نرغب في تعريض الفلسطينيين للمخاطر أو تهديد استقرارهم ولكن هذا أمرا شمولي وكذلك الحال في كل دول الشرق الأوسط فهذا لا يعني تعريض أي طرف للخطر سواء لبنان أو غيرها من الدول في المنطقة العربية لابد أن نكون على دراية بأهمية العيش بالسلام جنبا إلى جنبا من أجل تحقيق الرفاهية للجميع وعند ما يكون هناك خلافا بين الحكومات هذا لا يعني أن يكون هناك تهديدا لأي شعب من الشعوب أنا لا أعتقد أنه بتحقيق هذا الأمن لإسرائيل يعتبر تعريض بعض الدول المنطقة للمخاطر ولا يمكن النقاش في هذا الأمر أبدا دكتور طارق يريد أن أسمع تعقيب حضرتك يمكن كان في أول يعني تواصل بين الرئيس المصري عفتاح السيسي وبين ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتقب الرئيس السيسي قال يعني في أولى رسائله أن مسألة السلام في المنطقة يحتل أهمية كبيرة لدى الدولة المصرية بتشوف الحكاية دي إزاي بتضوء الكلام اللي قالته الأستاذة كاتي يعني أنا في تأديري أنه مصر بتلعب دور مهم مصر دولة مسؤولة في إقليم الشرق الأوسط لاعتبارات كثيرة حسابات الكوى الشاملة المعطيات الحاكمة للدولة في غزة العلاقات مع إسرائيل باعتبرنا ملتزمين بمعاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي شراكة مع الولايات المتحدة أيا كانت طبيعة الرئيس وشراكة عسكرية ممتدة تقدرها القاهرة بصورة كبيرة وهناك أيضا دوائر عديدة في الولايات المتحدة تقدر طبيعة الدور المصر بصرف النظر لا أريد لا يوجد وقت لتصنفهم إلى جهات فاعلة ونافذة وطرى طبيعة الدور المصر أنه دور قائد ورائد في المنطقة ولهم اعتبارات كبيرة متعلقة بما تلعبوا القاهرة من دور لضبط الاستقرار في المنطقة الأمن هو أمن الجميع وليس أمن إسرائيل وليس أمن الولايات المتحدة دي نقطة مهمة أنا كنت عايزة أركز عليها الحقيقة بالتأكيد فبالتالي الأمن للجميع إذا دخلنا في صفقة شاملة ولا مانع عن تدخل الدول العربية في صفقة شاملة مع إسرائيل في هذا الإطار وأظن أن القمة العربية التي ستعقد في السعودية بعد عدة أيام ستؤكد على هذا الأمر وستنقر رسالة مبكرة للإدارة الأمريكية إذا عدتم عدنا بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك إيمان كامل لدى الإدارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني في الحياة وإقامة كيان فلسطيني وتنفيذ طبعا المقرارات الدولية وهناك مبادرة عربية يمكن تجددها ويمكن التأكيد على مضمونها وبالتالي تكون الإدارة الأمريكية مسؤولة بصورة أو بأخرى لأن العالم يتغير وإدارة الرئيس ترامب السابقة تختلف أنا في تأديري شكلا ومضمونا عن هذه الإدارة الرهنة ونراهن على هذا برغم أن بعض الأسماء التي يجري الحديث عنها خلال 48 ساعة الماضية نعلم كيف تفكر ونعلم رأيها في القضايا العربية والقضايا الفلسطينية ولا أريد أن أصطبق الأحداث وأقول أن هذه الأسماء أغلبها تعاملنا معها تعاملت معها مصر مفكريها بأكاديميا بعدد كبير من السياسين كما تعامل معها عدد من الدبلوماسيين العرب في هذا الإطار فبالتالي هذه المجموعة ليست غريبة عننا ونستطيع أن نتنبأ بما يمكن أن تنصح به الرئيس الأمريكي يعني لو وجود لكوشنر على سبيل المثال كما تعلم وبالتأكيد المجموعة التي أدارت حضرتك ما عرب بصفقة القرن وغيره هذه المجموعة نعلم أفكارها وآراءها نقطة من أول السطر أكرر أن هناك إشكالية متعلقة بالواقع الراهن للولاية الجديدة الولاية الجديدة تدخل المنطقة بحسابات حزرة بمعنى أن الوجود العسكري لازال موجودا وانتشار قوات الأمريكية موجود والولايات المتحدة توفر مظلة أمنية لإسرائيل وسماوات إسرائيل من أي تهديدات أو مخاطر لا تزال تهدد أمن إسرائيل حتى هذه اللحظة فبالتالي هل الولايات المتحدة ستركز على حماية سماوات إسرائيل وأمن إسرائيل على اعتبار أن ما تواجهه إسرائيل لأستاذ جمال هي قضية وجود وليس قضية حدود كما ترى إسرائيل وبالتالي تتعامل الولايات المتحدة بمنطق الدفاع عن أمن إسرائيل وتكرر ما قررته إدارة بايدن على سبيل المثال أم تنخرط في تسوية الصراع بصورة أو أخرى أنا أعتقد أن ترامب لن ينجح قولا واحدا في الفترة الأولى بعد أن يتولى دعنا من 60 يوم المرحلة الانتقالية لن ينجح بي الصورة المتوقعة ولا أريد أن أكون متشائما لأنه بطبيعة الحال المقدمات تشير إلى ما يمكن أن يحدث بمعنى أننا نحتاج إدارة تكون إدارة مسؤولة تطرح رؤية ومقربة حقيقية لنتفاوض الأستاذة كاتي بتقول أنه عنده رؤية ولكنه الآن يعني يجري الإعداد دعنا ننتظر لكن موضوع إعداد رؤية قبل أن يأتي هذا هو الأهم نحن نتعامل مع الحزب والحزب الجمهوري بطبيعة الحالة داي برنامج لاجن برنامج متجمد يعني لغير واقعي وأنت تتعامل مع رئيسنا نستطيع أن نؤكد أنه يعمل خارج المؤسسة الأمريكية بكاملها حتى مع الكونجرس وهو حيث يطوع الكونجرس بطبيعة الحالة أي ما هو خلاص دلوقتي هو مع المفاتيح جميعها يعني الآن لا نريد أن نعول أن هناك مؤسسات أخرى فدرالية ستدير في هذا أخشى من أمرين الأمر الأول أن يلجأ الرئيس إلى قرارات فدرالية وتعلم ضيفتك الكريم ما هي الإجراءات الفدرالية العليا الممنوحة للرئيس وبالتالي يتجاوز عمل المؤسسات ويدخل الولايات المتحدة في متاهة سواء كان بالنسبة للشرق الأوسط أو الدول الأخرى فهناك مخاوف حقيقية لا أريد أن أشير إليها أنا كعربي أو مصري لكن بطبيعة الحال هم يعلمونها في الولايات المتحدة تجاوز عمل المؤسسات الفدرالية لرئيس ما زال متهما في 34 قضية وسوف يستمر محاكمته وبالتالي شرعية الحكمة وشرعية الحكمة للرئيس الأمريكي سترتبط بكل هذه الأمور لديه مشاكله داخل الولايات المتحدة لا أحد لم يسمع حتى الآن طبيعة ما يمكن أن يوجه للرئيس من قضايا ستتجدد بطبيعة الحال للنظر فيها ولا أريد أن أهون منها لكن بطبيعة الحال كل هذه الأمور مصدرة في الفترة الأولى على الأقل في المائة يوم الأولى لحكم ترامب أتمنى في المائة يوم الأولى أن تكون الرؤية أو الفيجن تشكلت بصورة أو بأخرى لا لا يعني هو السؤال دلوقتي هل في في جن هل في رؤية ولا ما فيش يعني إحنا بنتكلم في اللحظة الرأينا يا سيدي لا توجد رؤية ولا مقربة لا مكتوبة ولا منصوص عليها وبالتالي نحن حتى هذه اللحظة نتوقف أمام تصريحات لا 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 السياسة ليست فيها تصريحات بصورة مباشرة تصريحات تطلق في حملات انتخابية لكن تترجم إلى أقوال الولايات المتحدة دولة كبيرة ودولة مهمة ودولة سبق لها أن نجحت بمهارة في إعداد معاهدة السلام مع المصريين والإسرائيليين والولايات جيمي كارتر كان حاضرا في كل تفاصيل اللقاءات ووقع إلى جوار الرئيس الراحل أنور السادق وإلى جوار مناحن بيجين فالتالي أنت أمام واقع الولايات المتحدة دولة كبيرة ودولة مهمة وليست جمهورية موزة لكي نتعامل معها من منطلق أن تصريحات لا أريد أن أصفها أنها تصريحات عباسية تحتاج إلى مراجع وتحتاج إلى تطقيق وتحتاج إلى أهمية كبيرة في النظر نحن كدول عربية ومصر نقدر موقف الولايات المتحدة نقدر شراكتها بطبيعة الحال لكن نتمنى أن تكون هذه الإدارة القادمة إدارة يعني لديها قواعد الإنصاف والعدل للشعر هي دي النقطة بقى اللي أنا عايز هي دي هي دي النقطة اللي عايز أنتقل بها للأستاذة كاتي هل يعني إحنا يعني خلينا أقول أن الولايات المتحدة تدلل إسرائيل كثيرا ويعني تغمد عينيها أو تغمد عين واحدة وتظل العين الأخرى نصف مغلقة تجاه كثير من الممارسات الإسرائيلية هل يمكن في المرحلة الجاية لترامب أنه يعني يري نتانياهو شكل أكثر حزما أم نحن ما زلنا يعني في هذا السياق للدلال والتدليل على المستوى الشخصي لا يمكن أن أضمن أن يحدث ذلك أنا أعلم تماما أن هناك في الولايات المتحدة أن أنا على دراية تامة بما يمكن أن يحدث على كلا الجانب إن كذلك نحن هناك الكثير من العلاقات العميقة خلال الفترة الماضية فإن السياسة الخارجية الأمريكية تدعم الدعم الهائل لإسرائيل وبالطبع كان هناك فارق فيها التعامل بين حماس و... لا 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 لحظة واحدة بس لحظة واحدة أستاذ كاتي هل هذا من الإنصاف هل من الإنصاف وهنا هنا بتكلم على قيمة مطلقة هل من الإنصاف أن يعني كلمة الدعم الكامل لإسرائيل تظل يكررها يعني المسؤولين الأمريكيون ويعني لا ينظروا إلى باء المشهد المسألة ليست فقط إسرائيل وفلسطين والمسألة ليست فقط إسرائيل وحماس والمسألة ليست فقط إسرائيل وإيران ولكن المسألة هي إسرائيل والمنطقة فضلي أعتقد وأرى أن الولادة المتحدة تركز على السياسة الخارجية الراسخة في الولادة المتحدة الأمريكية وهذا أيضا بشكل كبير داعما للحلفاء في المنطقة أكرر السؤال مرة تانية هل من الإنصاف أن تنظر الولايات المتحدة بعين واحدة هي تدلل إسرائيل ولكنها ترى أن المنطقة اللي هي في حاجة إليها بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أهمية هذه المنطقة بالنسبة لها وترامب باعتباره يعلم جيدا أهمية هذه المنطقة بالنسبة له ومع ذلك هو يعني ينحاز لجانب دون آخر أنا بكل احترام لا أتفق مع هذا الأمر أعتقد أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع إسرائيل بشكل واهي ولكنها تتعامل بحسم وتحاول أن تضغط وتحاول أن تتخذ الخطوة الفاعلة العملية ولكن حلفاء حماس سواء كانت إيران أو أذرعها وكذلك روسيا والصين لابد أن يوضع فيها الحسبان ولم يظهر حتى نفس الدعم المقدم إلى حماس أو إيران فبالطبع كما هو الحال في الولايات المتحدة والحلفاء الغربين هناك فارق كبير فبالتالي يمكن أن نرى الفكرة بأكملها هناك اختلافات كبيرة روسيا كان من الممكن أن تظهر بعض الدعم ولكن هذا موقف مختلف فنحن ننظر مثل ما تنظر مصر إلى مصالحها الولايات المتحدة تنظر أيضا لمصالحها بالشكل الأفضل وأيضا هذا الشعار الذي يتبنه ترامب فلنجعل الولايات المتحدة دولة عظيمة مرة أخرى فبالتالي إسرائيل والولايات المتحدة حلفاء استراتيجيين وعلاقات رسخة تاريخية وفي نهاية المطاف هناك مصالح أمريكية تود أن تعتني بها الإدارة الأمريكية فبالتالي نحن لا نرغب مع هذا لأمورا نرى استمرارا للكارثة والأزمة في غزة أو في لبنان نحن نود المساعدة ولكن هناك دائما روابط مع إسرائيل طيب دكتور طارق معرفش حضرتك بتقول لي كلام بس الأستاذة كاتي بتقول لي كلام مختلف أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الأمور بشكل واهي أو يعني لم تكن لينة وأرجو أن أنا أكون فيهمة صح مع إسرائيل طيب أحب يعني ما أنتم سأعلنين من إيه بقى ما كانتش لينة ولا حاجة إنه طبعا الإدارة الأمريكية الماضية والمنتخبة يعني لعبت دور مباشر لأنها منعت إدارة بايدن لم تمنع الحرب في إسرائيل في غزة وبالعكس استمرت ودعمت ومولت وشاركت يعني بصورة أو بأخرى داخل القطاع وخارجه حتى هذه اللحظة بالمناسبة يعني وجود قوات أمريكية موجودة في غزة بتؤدي دور سواء كان أيضا في موضوع الرصيف البحري وفي الترتيبات الأمنية وغيره لا وفيه ترتيب الدفاع الجوي والصواريخ والدعم عسكري كامل ودفاعات كاملة للسماوات إسرائيل حتى البرامج المشتركة حدس وان واتون عنظمة دفاعية والسمى الحمراء بالإضافة طبعا إلى تطويرهم منظومة مقلع داود والأوبة الحديدية تفاصيل كثيرة طبعا يعني أنت تعلمها جيدا وتعلمها ضيفتك الكريمة لكن القضية ليست بهذه الصورة أنا في تأديري قضية مرتبطة بمصدقية الدور الأمريكي في الإقليم الدور الأمريكي في الإقليم يتعرض لاختبار وسيتعرض مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب لاختبارات عسيرة وستطيع أن أتنبأ من الآن بما يمكن أن يتم هي ليست القضية أننا نستبدل حليف بحليف الشراكة الأمريكية العربية شراكة مستقرة ومستمرة والدول العربية لا تريد أن تستبدل هذا الشريك الأمريكي تعتبرها طبعا متعلقة بالعلاقة التاريخية ومفهومة توافق يعني لكن حجم الوجود العسكري الأمريكي الجديد وإعادة الانتشار بهذه الصورة أنا في تأديري وأتخوف من أن تقدم الإدارة الأمريكية على عكس ما يقول الرئيس سرامب إلى عسكرة الشرق الأوسط وعسكرة الشرق الأوسط بحلول عسكرية وليست بسحب قوات يعني سياسة ليست فيها تمنيات أساس جمالي يعني القضية مرتبطة بالأهداف الجديدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهل هي تتجاوب مع فكرة تغيير الشرق الأوسط ماذا يقصد نيتنياو تغيير الشرق الأوسط ما هي قدرة إسرائيل ولا قدرة هذه الدولة المحدودة ضعيفة القوى العسكرية برغم كل ما تملكه لدى إسرائيل قوة سلاسة أنواع قوة القوة الزكية والقوة الخشنة والقوة النعيمة لكن أصبحت القوة الإسرائيلية قوة عقيمة لا تستطيع أن تتحرك بها إلا من خلال الدعم الأمريكي الكبير والدعم البريطاني الكبير والدفاعات أيضا الفرنسية وغيرها يعني نحن أمام منظومة كاملة غربية تدعم أمن إسرائيل وبالتالي إذا أرادت إسرائيل أن تبقى دولة مقبولة في الإقليم والولايات المتحدة لكي تبقى على رأس نظام الدولي وليس في إطار التهديد أو التلويح بفكرة على متعدد الأقطاب نحن نقر بأن الولايات المتحدة دولة صديقة ودولة شريكة للدول العربية لكن أين الولايات المتحدة مما يجري في قطاع غزة الآن لماذا تصمم على إدارة الأوضاع بهذه الصورة أين الشعب الفلسطيني الإدارة الأمريكية تتعامل مع الشعب الفلسطيني بأكمله على أنه حركة حماس افترض يا سيدي أن المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأرض شيء والشعب الفلسطيني شيء آخر ماذا فعلت السلطة الفلسطينية لكي تحجب الولايات المتحدة المساعدات عنها وتضعفها بهذه الصورة واليوم تتحدث عن أصله الأمر الآخر هو ماذا قدمت الولايات المتحدة من مساعدات للشعب الفلسطيني بالعكس هي وقفت إلى الموقف الإسرائيلي وشيطنت عمل دور الوكالة الدولية كما تعلم بهذه الصورة بل ودعمت هذا الأمر وشيطنت الموظفين الدوليين والموثات المانحة والشخصات الدولية هل هذا هو الدور الإنساني للولايات المتحدة للتعامل مع القضية الفلسطينية يعني بصرف النظر عما يجري ماذا ستقدم الإدارة الأمريكية من ترتيبات لإعادة الهدوء والاستقرار في الأقليم خليني نأخذ السؤال ده زي ما هو كده دكتور طارق وعيد طرحه على الأستاذة كاتي ماذا ستقدم الإدارة الأمريكية أو ما هو تصورها في هذه الحالة هذه كلها تفاصيل لازالت يعمل عليها الإدارة الأمريكية الجديدة وهذا يعتمد من سيكون هم المستشارين حول رئيس ترامبا الأمر يعتمد بشكل كبير على هذه العوامل فلا أعتقد في نهاية الأمر أن يكون هناك تخلي عن القضية الإنسانية وهذا ما يدعمه الجمهورين كعهدهم وأيضا هناك أغلبية تدعم هذا الموقف الإنساني فبالتالي هناك حاجة لمزيدا من الدعم الإنساني في القضية الفلسطينية وأن يتخذ الولايات المتحدة مواقفا جديدة في هذا الشأن سوف يكون هناك بعض الأوقات العصيبة هناك بعض العرقيل للحصول على الموافقة الإجمالية من الشيوخ ومجلس النواب فبالتالي لابد من الموافقة الإجمالية على هذه الأمور قبل اتخاذ القرارات النهائية ولازال الوقت مبكر حتى اتخاذ هذه الخطوات هناك المسئولية الملقاة على عاطق المسئولين في اتجاه غزة وسوف يكون هناك مساعدات من الولايات المتحدة وكذلك من المنظمات الدولية مثل المطبخ العالمي وغيرها من المنظمات الدولية المعنية وبرنامج الغذاء للأمم المتحدة وسوف نستمر في العمل على المستوى العالمي سوف تستمر القوى العالمية في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة وكذلك للفلسطينيين بشكل عام من أجل ضمان أن يكون لديهم كل اللوازمة الإنسانية للتغلب على هذه الأزمة ولكن حتى أن يكون هناك تشكيل نهائي للإدارة الأمريكية سوف يعتمد الأمر بشكل كبير على المستشارين فبالتالي حتى الآن لا يمكن أن نختركم ما هي تفاصيل حزمة الدعم التي يمررها الكونغرس لابد أن تذكر أن الكونغرس لابد أن يتطفق بشكل يتسم بالغالبية على تمويل هذه الحزمة من الدعم بشكرك خليني أروح دكتور ريطار يبدو أن أمام فترة يعني زي ما الأستاذة كاتب تقول تبدو غامضة غائمة بلا ملامح واضحة حتى يتم الانتهاء من تشكيل الإدارات والمستشارين وإلى آخره تصور حضرتك للفترة اللي جاية حيكون عامل إزاي ما هو التصور المطروح عشان أسأل برضو نفس السؤال الأستاذة كاتب بعد كده يعني هذه مرحلة بطبيعة الحال مرحلة انتقالية لكنها هي خطوات إجرائية وبالتالي لا يمكن لرئيس أمريكي أيا كان ديمقراطي أو بمهوري أن يحكم مرة واحدة بصورة أو أخرى أو في انتظار من عليه الشخصيات التي ستعمل بجواره ونعرف ونتعرف على أفكارهم وأراءهم ليست بهذه الصورة تحكم الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبالتالي يعني دعنا ننتظر وأنا أتفك مع ضيفتك الكريمة لكن بطبيعة الحال الأمور لا تدار بهذه الصورة في الولايات المتحدة أنا أعتقد أنه الرئيس الأمريكي ترامب سيتجاوز مع كل ما يطرح إليه من أفكار ورؤى وسيعتمد على طرح المقاربات من أعلام وفق نصقه الفكري وهذه نقطة مهمة جدا يعني شخصية الرئيس لم تتغير بطبيعة الحال لكن تغيرت الولاية تغيرت المهام تغيرت الأولويات تغيرت منطقة الشرق الأوسط بكل ما فيها لكن النصق العقيد الفكر وأراءه التي تحكمه أديولوجيته لم تتغير إذا إحنا أمام منطق الصفقة الرابحة بمعنى أنه كما يتصورها أو كما أتخيلها أنا وأرجو أن حركت صححني أنه يعني هو حيطرح أفكار من طراز فليربح الجميع من موضوع ما وكلنا يعني نبقى سعداء المسائل العادة ما بنمشيش كده فضل القضية مرتبطة حضرتك بريتك بمعادلة تعرف في العلاقات دولها اسموها معادلة السجين رابح رابح خسر خسر بمعنى أنه إذا كانت بتتم في سياق اقتصادي فلا توجد مشكلة لكن في السياسة الأمر مختلف تماما أنت تتحدث عن حقوق تتحدث عن شعوب تتحدث عن مستقليم بأكمله وكما أشرت لحضرتك أن هناك دول في الأقليم مسؤولة عن إدارة أمنها بصورة أو بأخرى تحدث هنا عن الدول الوازنة في الأقليم ربما تكون شهادتي وشهادت حضرتك مجموحة لكن مصر هي الدولة المسؤولة في الأقليم وسبق أنهنا أشرت إلى معاهدة السلام بين مصر وإنسان الدور الأمريكي اللي لعبته فيه لكن المشكلة ليست إنسانية ما قررته ضيفتك الكريمة من موضوع التقديم الأبعاد الإنسانية والكونجرس يوافي أو لا يوافق هذه أمور إنسانية قد ضمت مصر دولة الجوار الإقليمي بكل هذه المساعدات الكبيرة ولم تقدم بلدات المتبعات بالعكس وما زلنا حتى هذه اللحظة لو لا التعنت الإسرائيلي وأشير إلى أن الرئيس جو بايدن طلب من سيادة الرئيس فتح المشاركة في موضوع فعل رسال المساعدات من كرم شالوم كرم أبو سالم كإجراء مؤقت ووفقت الدولة المصرية إذن فيه تجاوب كبير ودور رئيسي لمصر في هذا الإطار أتمنى أن الولايات المتحدة ألا تضع العراقيل يعني لا ننتظر ستين يوم إلى حين تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة فتمنع الفلسطينيين بتقديم المساعدات والقضية أكرر لحضرتك ليست قضية إنسانية القضية الفلسطينية قضية سياسية وإسرائيل التي أنشأت بنص قرار 181 الصادر لسنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض دولة يهودية ودولة عربية أنا الأوان للجانب الأمريكي أن يعطي جزءا وأن ينصف الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال وإلا فإن إسرائيل لن تكون مقبولة وستظل منبوذة في الإقليم بصورة خليني أخذ بس كلمة أخيرة كلمة أخيرة في أقل من دقيقة لو سمحت أستاذة كاتي تفضلي أود أن أقول أننا لن ننتظر ستين يوما حتى نعلم ما هي التفاصيل وما هي الخطوات التالية بالنسبة للشرق الأوسط ولكن ربما بعد الأيام بعد مرور بعض الأيام وبعد التشكيل الشبه النهائي للإدارة الجديدة سوف تكون هناك تفاصيل علينا أن ننتظر أسبوعين على الأقل حتى أن يكون لدينا أفكارا أوضح في هذا الشأن بشكرك شكرا جزيلا على معلوماتك وعلى الطرح والتحليل اللي حضرتك قدمتيه الأستاذة كاتي لابوتين المستشارة السياسية بالحزب الجمهوري بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فاهمي أستاذ العلوم السياسية على وقتك وعلى ما تفضلت به من طرح ومن تحليل بشكرك شكرا جزيلا نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تابعا شكرا جزيلا